أهلا بكم سنة ربع ابتدائي في حل تدريبات سلاح التنميز على الدرس الثاني مادة العلوم الفصل الدراسي الأول تابعوني على قناة العلم السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد يتغير لون فراء السعلب القطبي إلى اللون البني في فصل الصيف أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم اثنين الحيوان الذي يتناول كل أنواع الغذاء ينقرد بسهولة هذه العبارة خطأ ليه لأن ده بيأكل أي حاجة فبالتالي هيعيش لفترات طويلة كمان السؤال رقم ثلاثة تستطيع حرباء النمر الصيد وتجنب الوقوع كفريسة في نفس الوقت هذه العبارة صحيحة ليه بسبب حركة العينين لأن كل عين بتتحرك في اتجاه عكس العين الأخرى السؤال رقم أربعة يصطاد إرش الصور في المياه العزبة أسهل من الصيد في المياه المالحة هذه العبارة صحيحة لأن طبعا جميع أنواع القروش ما تقدرش تصطاد في المياه العزبة إلا إرش الصور رقم خمسة تنشر الرياح الخفيفة مثل بزرة أو بزور شجر شجرة الكابوك بسهولة أقول له هذه العبارة صحيحة ليه؟ لأن البزور دي بتاع شجرة الكابوك بزور خفيفة أسهل رقم اتنين اختر الإجابة الصحيحة مما يلي رقم واحد من تكيفات حرباء النمر السلوكية نركز في كلمة إيه؟ السلوكية لإخافة أعدائها أخدامها على شكل حرف الفي عيونها المميزة زي لها الذي يشبه اليد نفخ جسمها بالهواء طبعا نفخ جسمها بالهواء ده تكيف سلوكي ليه؟ عشان الأعداء أو اللي هو الحيوان المفترس اللي عايز يفترسها يعمل إيه؟ يخاف منها ويتركها السؤال رقم اتنين تلهس نقط لخفض درجة حرارة أجسامها السعالب البطاريق الفقران كروش الصور أقول له إيه؟ السعالب السعالب بتلهس ليه؟ عشان درجة حرارة الجسمها ينخفض زي الكلاب رقم ثلاثة تساعد الحراشيف الملونة بعض الزواحف على نقط الغابات الحراشيف الملونة بتساعدها على إيه؟ الحركة بتوازن التخفي التقاط لأشياء التدفئة أقول له إيه؟ التخفي السؤال رقم أربعة التركيب الذي يساعد الحيوانية على الشعور بالدفء عشان الحيوان يشعروا بالدفء لابد أن تكون السقان طويلة الأزان الطويلة السقان القصيرة الفراء الخفيفة طبعاً عشان يشعروا بالدفء لابد أن يكون عنده إيه؟ السقان القصيرة والأزان إيه؟ والأزان القصيرة أيضاً والفراء الكسيف أو الغزير الحاجات التلاثة دولة بيخلي الحيوان يشعر بالدفء السؤال رقم خمسة تواجه أشجار الكابوك في غابات الأمازون مشكلة ملوحة التربة الجفاف الرياح الشديدة نقص ضوء الشمس أقول له إيه؟ نقص ضوء الشمس أسأل رقم ثلاثة حدد نوع التكايفات الآتية سلوكي أم تركيبي أنا هنقول ده تكايف سلوكي أم تكايف تركيبي رقم واحد تصطاد قروش السور ليلاً أو نهاراً مما يسمح لها بمفاجأة الفريسة في أي وقت أقول له ده تكايف سلوكي ليه؟ لأن ده حاجة مش داخل الجسم أو مش في الجسم نفسها تمام كده؟ فبالتالي ده حاجة بيعملها الحيوان فديه تعتبر تكايف فيه سلوكي سأل رقم اثنين هجرة الطيور كل عام إلى المناطق الدافئة هرباً من برودة الشتاء في بيئتها طيب الهجرة ديه حاجة في جسم الطائر؟ لا طبعاً يبقى إذن ده تكايف سلوكي سأل رقم ثلاثة وجود طبقة سميكة من الدهون يبقى إذن الدهون دي موجودة فيين؟ موجودة في جسم الحيوان أو جسم الكائن ده تحت جلد الحيوان لتدفئته أقول له ده تكايف تركيبي لأن ده في جسم الحيوان نفسه أسأل رقم أربعة تحمل الجمال للجوع والعطش أقول له ده تكايف إيه؟ تكايف تركيبي أسأل رقم أربعة لاحظ الحيوان الذي أمامك ثم أتمل واحد أذن هذا الحيوان زي ما احنا شايفين في الصورة لتبريد جسمه وتقوية حاسة السمع لديه أقول له الأذنه ملها طويلة رقم اثنين لون فرائه نقط للتخاف في البيئة الصحراوية أقول له إيه؟ بني يبلغونه في رائه إيه؟ بني ليه؟ عشان يتخفد في البيئة الصحراوية أسأل رقم ثلاثة يعيش نقط نهاراً ليحافظ على برودة جسمه يعيش فيه نقط نهاراً أقول له فيه الجحور ليه؟ لأن النساء على بالفنج بيعيش فيه الجحور عشان يحافظ على برودة إيه؟ جسمه في الصحراء الجافة الحار كده حباب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاحة الميز على الدرس الثاني بدعوكم العمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفليل زر الجرس لكاسلكم كل جديد